دشنا عدو مجلس القيلة الرئاسي طارق صالح ومعه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان طريق الكدحة البيرين الذي يتم إنشاؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهدف تخفيف وطأة الحصار المفروض على المدينة من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية وعبر طارق صالح خلال التجشين عن سعادته بافتتاح هذا المنجز الحيوي تزامنا مع اليوم الوطني للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو المجيد مؤكدا أن الطريق يمثل شرايان حياة لمدينة تعز قلب اليمن النابض وقال عدو مجلس القيلة الرئاسي لقد قطع الحوثيون شرايين المدينة لكن بفضل الله تعالى وبفضل كافة الجهود سنفتتح كل شرايين المحافظة وطرقها المغلقة معلنا عن بدء المرحلة الثانية في المشروع قريبا مشيدا بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الشيخ محمد بن زايد النهيان لهذا المشروع الذي يخدم ملايين اليمنيين في تعز ويخفف عنهم معاناة الحصار مؤكدا أن الحوثيين يسعون إلى تدمير تعز وعزرها وعزلها عن محيطها وتوجه الطارق صالح بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لليمن مشيرا إلى أن الشيخ محمد بن زايد أعطى هذا الطريق اهتماما ومتابعة خاصة باعتباره طريق يمس حياة اليمنيين من أبناء تعز وعبر عدو مجلس القيرة الرئاسي عن ثقته بأن النصر قادم وأن السعادة العاصمة المختطفة صنعا مبدأ ثابت وهدف لا رجعة فيه سيتحقق بتوحيد الجهود ودعم الأشقاء في التحالف العربي ويعد طريق الكدح البيرين شرايان حياهام لمدينة تعز حيث يمتد على طول 14 كيلو مترا ويربط المدينة بمحيطها من المحافظات المحررة وقد تم إنشاؤه بتكلفة 8 ملايين دولار أمريكي وصغرق تنفيذه عاما ونصف العام حضر تلشين عدد من أعضاء البرلمان والقيادات السياسية نبارك لشعبنا في العيدة الوطنية 22 مايو وبهذا المناسبة نحتفل بتتشين طريق فك الحصار على محاوظة تعز وهذا يعتبر أحد الشرايين لوصول إلى تعز قلب اليمن النابض الذي قطع شرايينها الحوثي ما إنساء الله عقبال ما نفتح بقية الشرايين هناك مرحلة ثانية في الطريق إن شاء الله سيتم الإعلان عنها قريبا ونؤكد هنا شكرنا لسمو الشيخ محمد بن زايد الذي أولى اهتمام ورعاية خاصة بهذه الطريق وكانوا يتابعها أولاً بأول وذلك خدمة لأبناء تعز وما تعانيه تعز من حصار طالى أكثر من 9 سنوات يتعمد الحوثي أن يدمر هذه المدينة ويدعي أنه يحارب من أجل غزة ومن أجل فلسطين وفك الحصار عن الفلسطينيين بينما هو يحاصر ويدمر الشعب اليمني إن شاء الله النصر قادم ونستعيد عاصمتنا بتوحيد الجهود المبذولة من قبل كافة عظام مجلس القيادة وبدعم من التحالف العربي والأخوة الأشقاء سنستعيد عاصمتنا صنعاء بإذن الله شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً